متنفس جديد لأبناء قضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرفة بعد الافتتاح الرسمية لكورنيش الكوفة والذي لاقى إشادة واسعة من قبل الأهالي الباحثين عن فرصة ترفيهية لكل العائلات التي تقصد هذه الأماكن الحوائل كلها فرحانة بافتتاح كورنيش الكوفة وهذا المتنفس الوحيد تقريبا بالمحافظة وأهل الكوفة والنجف فرحانين بالكورنيش فد شيء مميز بالمحافظة بشكل عام الناشد بعد الناشد المواطنين المواطن هم شوي يخلي حافظ على النظافة مثلا ويكون حتى يحافظ على مدينته وكذلك الحكومة أهم التابع الموضوع النجف كانت محرومة أكثر شيء ناس أخذتها مساطحات وين تروح العوال لكننا حصلت بالبيوت بعد ما تقدر تنفس ما عدنا وهذا يشتغل عمالة أكثر شيء ناس تشتغل عمالة وناس قاعدة شغل ماكو يكون النجف الريدة تنفتح كلها مجانة يكون هاي تنفتح عدنا مجانة المسؤولين في قضاء الكوفة أكدوا سعيهم في تطوير هذه المساحات لتكون محطة استراحة للأهالي والزائرين فيما لفتوا إلى أن هناك مراحل مستقبلية ستشمل الخطط التطويرية من أجل إعمارها بشكل يليق ومكانة هذه المدينة العريقة مشروع كونيش الكوفة المرحلة الأولى من عندها بمساحة عشر تالاف متر مربع مطلة على نهر الفرات حقيقة تم إعداد التصاميم ليكون كونيش الكوفة إذا ما يكون أفضل من الكونيشات الموجودة بالدول المجاورة مثلا بيروت تركيا على الأقل يكون مناظرة لها هناك أعمال كثيرة سوف تنجز في الأيام القادمة لتطوير الكونيش وتضمن المرحلة الثانية والثالثة حيث المرحلة الثانية تضمن فعاليات أخرى مغايرة للفعاليات الموجودة ووضع أفضل كذلك المرحلة الثالثة ستتضمن توسعة الشوارع إضافة إلى الإنارة ووجود باركات على طول الكونيش مشاريع هامة رغم أنها لا تحتاج إلى الكثير من الجهود والأموال سوى أن يكون هناك اهتمام حكومية بهذه المناطق التي تستقبل الآلاف من الوافدين إضافة إلى سكانها من الأقضية والنواحي المختلفة من النجف الأشرف معتزل عبودي زاكروس تيفي ترجمة نانسي قنقر